نقاشت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر يانيك جيليماريك الموضوعات الخاصة بالمشروعات التي سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء في مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التغيرات المناخية يأتي ذلك في إطار زيارة يانيك جيليماريك لمصر التي تتضمن عقد عدد من الاجتماعات لدعم التعاون بين مصر والصندوق استعدادا لصدفة مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية كوب 27 ويهدف الاجتماع لمناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع وذلك وفقا للأولويات والاحتياجات الاستثمارية